أذكروا أنفسكم وأولادكم بالدعاء واذكروا هذا العبد الفقير إلى الله بالدعاء ولا تنسوا أهلنا في غزة في كل يوم أدعو لهم أن يرفع الله البلاء عنهم وأن يستر أعراضهم وأن يؤوي رجالهم ونساءهم وأن يحقنا ربنا الدمى بينهم وأن ينصرهم نصرا مؤزلا لا تملوا لا تملوا تقول كل يوم ندعو كل يوم ندعو إن الله يحب العبد اللحوح كل يوم ندعو لهم ويعني سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاءه وإذا كنت صلي في بيتك ومع أولادك ولا تأتي إلى المسجد حاول أن تصنع جوا إيمانيا يعني قبيل الفطور هاي أولادك قل لهم يلا تعالوا خلينا ندعو بشيء نقرأ ورد الإمام النووي مثلا قبل الأذان بعشر دقائق فيه دعاء فيه ذكر وليرفع رب الأسرة ليس شرطا أن تكون خطيبا لمسجد أو إماما أو فصيحا ارفع يديك ادعو واجعل أولادك يؤمنون هذه الصورة الجميلة التي فيها مناجاة الأب لله والأولاد يؤمنون على المدى البعيد لها أثر تربوي عميق في نفوسي هذه الأسرة وحياكم الله وبياكم وكل عام وأنتم بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين اشتركوا في القناة